لا يمكن أن يعالج السحر بسحر يعني لا يمكن أن المريض بالسحر يأتي إلى ساحر حتى يفق عنه السحر الأول مخالف للقرآن مخالف للسنة مخالف لأقوال الصحابة والأئمة والسلف الصالح وفيه دقوية للسحر وتضعيف للتداو بالقرآن ثم أن الساحر الثاني الذي يدعي العلاج يصنع سحر جديد للمريض فبدل أن يكون المريض لدي سحر واحد صال عند المريض أكثر من سحر ثم الساحر الثاني الذي يدعي العلاج ثم الساحر الثاني الذي يدعي العلاج يصنع سحر جديد للمريض يستعمل الأدوى المباحة شرب العسل ثم الساحر الثاني الذي يدعي العلاج الثاني الذي يدعي العلاج يصنع سحر جديد للمريض سحر جديد للمريض ساحر جديد ت Standing شكرا